إلى موضوع آخر كشف مدير وكالة تشغيل لولاية جيجل عن استفادة أزيد من خمسة وخمسين ألف شخص من منحة البطالة وخلال عملية المراقبة الضورية فقد أكد عن تطهير قوائم المستفدين من هذه المنحة حيث تم إقصاء ما يقارب ثلاثة ألاف وستمائة شخص وتم استرجاع قيمة مبالغ المنح التي استفادوا منها والمقدرة بنحو ستة ملايير سنطين وذلك بعد إثبات تصريحات كاذبة أيمن عبد الرحيم رصد تالي ثاليا قلنا المشروع من 2023 قمنا بإنجاز أكثر من خمسة وخمسين ألف وثلاثمائة مستفيد من منحة البطالة قمنا بتنصيب أكثر من تلتمية وخمسة وتسعين مستفيدين من جهاز منحة البطالة كما أيضا قمنا بالمقاربة دورية أو المراقبة الدورية للقائمة المستفيدين والتي أنتجت عنها حوالي تلتالاف وستمائة مستفيد تم إقصائهم من الاستفادة منهم أكثر من ألف وثلتمية تم استرجاع الأموال نظرا لتصريحات الكاذبة ويتوقع حسب ذات المتحدث توفير ما يقارب ستة ألاف منصب عمل جديد قبل سنة 2026 خاصة مع سياسة الدولة الرامية إلى إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية أيمن عبد الرحيم ثانية نشاط الاقتصادي وبعض المؤسسات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية الصناعية لرهيمة وجدة وننتظر نأمل أن السوداسي الأول من سنة 2024 أنها تنطلق في عملية الإنتاج محددين أكثر من ستة ألاف منصب عمل خلال السنة تبقى أن من نهاية جونفي 2024 سيكون فيه توقع جديد لتحديد الرؤى سواء في حوض التشغيل والمقابل ندعو في عملية التنصيب ترجمة نانسي قنقر